اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من لقاء خاص نستضيف فيها سيد رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري اهلا وسهلا بك سيد رائد مع دخول الثورة السورية عامها 11 كان يفترض أن نتحدث عن أماكن التقطية الحالية للدفاع المدني الخطط المستقبلية لكن قدرنا أن نعيش في منطقة مشتعلة وثمت الكثير من المستجدات أود الحديث بداية عن ملف المعابر تم تطرح روسي بافتتاح المعابر التي تصل مناطق المعرضة بمناطق النظام البعض يعتبر أن هذه المعابر افتتاحها سوف يساعد المدنيين في مناطق النظام الذين يعانون يرزحون تحت وطأة الواقع الاجتماعي المتهالك والبعض الآخر يتظاهر ويقول بأنها ستنعش مناطق النظام وبالتالي ستحدث الكثير من الأخطار في مناطق المعارضة أنتم في الدفاع المدني كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ حقيقة أمر النظر إلى المعابر أولا من قام بحصار المدنيين يجب أن نستذكر حصار المدنيين في الغوطة الشرقية ودارية والزبداني والآن حصار مخيم الركبان قبل أن روس عندما يطرحون أي أمر هم لا يطرحون لمصلحة الشعب السوري هم لا يفكرون بمصلحة الشعب السوري لذلك أي طرح يأتي من روسيا يجب على الشعب السوري والقوى التي تدير المناطق أن تفكر بهذا الطرح ما وراء هذا الطرح ماذا تفكر روسيا ماذا تريد من هذا الطرح لأن روسيا لا تعمل شيء بدون سبب لا تطلب شيء بدون سبب يعني هي نحن لاحظنا قبل فتح المعابر استهدفت معبر الحمران في ريف حلب وأحرقت أكثر من 250 سيارة للمدنيين وكلها معباب الفئول استهدفت معبر باب الهواء استهدفت كراج الدور في معبر باب الهواء استهدفت منطقة الطريق المؤدي إلى معبر باب الهواء لذلك لا شك أنه كل السوريين لهم الحق بالحصول على المساعدة الإنسانية ولكن يجب أن نستذكر بأنه من سبب هذه الأزمة التي يعيشها الشعب السوري هو النظام السوري وليس سبب أنه إذا فتحت المعابر ستحل المشكلة لن تحل المشكلة أبدا لن تحل أنه سبب المشكلة موجود هو النظام السوري ودعمه روسيا والميليشيات الإيرانية ذكرت باب الهواء ومواقع تابعة للنظام تتحدث عن إغلاق باب الهواء بالقوة في حال لم يتم افتتاح المعابر باب الهواء يعتبر شريان حياة أساسي لمناطق المعارضة ما دوركم الآن؟ حقيقة نحن نعمل يعني نحن لم نبدأ العمل الآن نحن بدأنا العمل منذ التصويت على القرار في شهر تموز الماضي في السنة الماضية وبدأنا نعمل مع الدول وننذكر بكل لقاءاتنا واجتماعاتنا بأنه افتتاح المعابر للمناطق الخارجة على سيطة النظام هو أمر حيوي لماذا؟ لأنه يعني أعود لأستذكر مناطق المحاصرة النظام استخدم المساعدات الإنسانية لحصار الشعب السوري استخدمها كسلاح حرب لذلك إذا اليوم أغلق معبر باب الهواء سيتم استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين المقيمين في المخيمات في شمال غرب سوريا دعينا نستذكر مخيم الركبان لماذا لا تذهب مساعدات إلى مخيم الركبان؟ لأن الأمم المتحدة لا تملك الصلاحية إيصال المساعدات وهي تحتاج إلى 24 موافقة أمنية لحتى تسير أي قافلي وعدى عن المواد التي موجودة دمنها القوافة التي تسرق على حواجز المخابرات وحواجز الميليشيات أضف إلى ذلك نستذكر مثلا الحادث الدارية قبل أربع سنوات من الآن بعد ثلاث سنوات من الحصار أرسلت قافلي سمح النظام ليصال قافلي لمساعدات لدارية ماذا كانت تحمل المساعدات؟ أكفان ومثل ما بسموها بالعامية ناموسية لحتى ما يقرصون الباء بدارية بعد ثلاث سنين من الحصار وصلوا الناموسيات وأكفان يعني نحن اليوم يجب أن نستذكر ويجب على المجتمع الدولي أن يستذكر أولا سبب ما يعيش السوريين هو النظام السوري وثانيا من زاد معاناتهم هي روسيا منذ تدخلها زاد عدد اللاجئين وزاد عدد المناطق التي تعيش فقر زاد الوضع الاقتصادي سوءا لماذا؟ لسبب سياسة التجويع والقصف الممنهج التي تتبعها روسيا لأرزاق والمراكز الحيوية المدنيين طيب لاحظنا إدانة دولية من واشنطن لندن والاتحاد الأوروبي لقصف باب الهوى هل تواصلتم مع جهات دولية حيال هذا المستجد على مناطق الحدود؟ نحن نعمل دائما ونتواصل دائما مع جهات دولية هو لا نتواصل لأمر لحظي نحن على تواصل دائما مع المجتمع الدولي مع المؤسسات الدولية للتنبيه لخطورة ما يحدث في سوريا وخطورة ما يرتكبه الروس في سوريا لأنه قصف حقيقة قصف معبر باب الهوى بشكل مباشر بهذه الطريقة لم يحدث من قبل لماذا الاستهداف في هذا الوقت؟ لماذا الاعلان عن المعابر بعد أقل من 48 ساعة؟ لأن روسيا تحضر لما هو أسوأ للشعب السوري روسيا تعلم أنها تمتلك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ومع الأسف أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أخذوا ملف المعابر إلى مجلس الأمن ملف المعابر وأغلاقها وفتحها للشعب السوري يجب أن لا يكون تحت رحمة روسيا ولا رحمة الصين لأنهم سيتخذون فيتو روسيا في 2017 استخدمت حق النقض سبع مرات خلال 48 ساعة لإيقاف تحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لذلك هي لن تتردد ولن تتوانى باستخدام حق النقض في تموز لذلك على المجتمع الدولي أن يأخذ دوره ويوصي الرسالة واضحة للروس إذا استخدمت حق النقض الفيتو فأنهم سيتم إرسال المساعدات بشكل إجباري مثل ما حدثنا في بعض المناطق تم إرسال طائرات وتم إسقاط مساعدات في سوريا لذلك يجب أن نتبع كل الطرق المتاحة حتى يستطيع السوريين العيش بكرامة لا يجب أن يحاربوا بلقمة عيشهم مسألة استهداف النقاط الطبية والمنشآت الخدمية ليست جديدة على الروس هم لديهم أحداثيات هذه المنشآت وهذه المناطق الخدمية عبر الأمم المتحدة نعم وعلى أسف نعم ماذا يمكن أن يقدم الدفاع المدني دوليا في هذا الموضوع؟ حقيقة يعني كان نحن قدمنا سابقا كان الأمين العام لأم تحدي شكل لجنة قبل سنتين للتحقيق بالاستهدافات التي استهدفت المنشآت الطبية والتي تمت مشاركة مواقعها مع الأمم المتحدة وهي بدورها شاركتها مع الروس تحت بند حماية المنشآت الإنسانية ولكن ماذا حدث؟ روسيا قصفت كل تلك المنشآت والأمين العام للأمم المتحدة شكل لجنة ولكن مع الأسف أن مخرجات هذه اللجنة هي مخرجات سرية لم يطلع عليها أحد ولم نسمع أي كلام من الأمم المتحدة عن محاسبة الروس على انتهاكاتهم لذلك حقيقة الدولة الوحيدة في العالم نكون جازما أنها هي من تخفي المستشفيات والسيارات الإصعاف في سوريا فقط في سوريا نخفي المستشفيات والسيارات الإصعاف حتى لا يتم استهدافهم وأنا تكلمت في 2014 ليس الآن في مجلس الأمن قلت لهم نحن نضطر إلى دهن سياراتنا بالطين لسيارات الإصعاف حتى لا يتم كشفها من الطيران واستهدافها ومع ذلك مع الأسف الأمم المتحدة أنشأت هذه الآلية لتشارك المواقع مع الروس لتكون أهداف سهلة وأهداف جاهزة لاستهدافها بأي لحظة دعنا ننتقل إلى المحور الثاني الحادثة الأخيرة طفل كفرحين وما شاهدنا من صور لفرق الدفاع المدني وهذه الصورة الجديدة التي يعطيها الدفاع المدني والمهام والأعباء الجديدة التي يتكبدها كيف تتعاملون مع تشاعب المهام وكنا نتحدث قبل قليل قبل البرنامج أن الدفاع المدني شبهته بالزبدية الصيني أصبحت مهامه لا نهائية حقيقة يعني ما يحصل الآن في سوريا من توسع أو من التحديات جديدة تنشأ للدفاع المدني لحنا لدينا هدف نركز على الهدف نقوم بكل شيء لتحقيق هذا الهدف وهو شعار الدفاع المدني ومن أحياها فكأنما أحيا الناس الجميع طفل كفرحين هو طفل بالنهاي وله حياة وله عائلة تخاف عليه لذلك نحن واجبنا أن ننقذ كيف سننقذ؟ نفعل كل ما تعلمناه كل ما كسبناه من خبرة نسخر كل إمكانياتنا حتى نفعل هذا الأمر ولكن قدر الله ما شاء فعل بالنهاي هو ليس الحال الأولى التي نستجيب لها كان قبل شهر هناك حالي في الباب قبلها هناك حالي في عزاز التحديات الدفاع المدني حقيقة الجديدة هي تزيد من الأعباء على الفرق التطوعية ولكن الفرق منذ انطلاقة عمل الدفاع المدني إلى الآن هي تعمل بجد وبحيوي وبشجاعة منقطعة النظير لذلك نحن نلبي كل الاحتياجات التي تم طلبها منها ضمن الإمكانيات المتاحة بينها يدينا نعم كيف تديرون الفرق في الشمال السوري؟ ما هي المركزية المتبعة؟ وما هي الآلية التي يتم العمل بها مع المتطوعين؟ كيف يتم تدريبهم؟ نحن لدينا قبل اجتياح الروس لمناطق جنوب إدلب والمناطق الأخرى كان لدينا سابقة ستة مراكز تدريب في سوريا الآن لدينا ثلاثة مراكز تدريب نقوم بتدريب المتطوعين عليها بشكل مستمر وتقييمات مستمرة للسائقين والمتطوعين وكل شيء ونقوم بإعادة تدريب وإعادة تأهيل المتطوعين الغير قادرين على العمل نعمل بمركزية لدينا إدارة الدفاع المدني السوري التي هي موجودة في سرمدة يتفرع عنها بالإدارة الجديدة خلينا نتكلم عنها التي ستنطلق اعتبارا من واحد أربعة بعد هيكلية المناطق والتوزع وإنشاء مجتمعات جديدة حقيقة أنشئت في شمال سوريا أصبح لدينا ستة إدارات مختلفة ينتج عنها ثلاث قطاعات كل قطاع فيه عدد من المراكز كل مركز فيه ثلاث فرق تدار بشكل حقيقة يعني نصف مركزي هي ليست مركزي كاملة هي نصف مركزي لدينا فرق العملياتي كل فريق له قائد وكل ثلاث فرق لها مدير وكل ثلاث مثلا أو أربع مراكز لهم قائد قطاع لديهم كل ثلاث قطاعات لديهم مدير وبعدها يأتي نائب مدير الدفاع المدني للشؤون الإنسانية والعمليات والبرامج هو يدير كل الفرق على الأرض لذلك نحن نعمل بمروني كافي لدينا المروني الكافي حتى نتنقل ونتحرك ونستدعي المؤازرات من مكان إلى مكان مثلا مثل ما حدث في حريق الحمران كنا متواجدين نحن في إدلب وكان الحريق في أقصى شمال شرق سوريا فخرج 13 فريق من إدلب مع سيارات الأطفاء وعلى رأس قادة العمليات إلى منطقة الحمران وساهموا شاركوا مع أخوتهم المطوعين الموجودين بالمنطقة وتمت السيطرة على الحريق بوقت قياسي حقيقة بالنسبة إلى حجم الحريق الذي كان يتوفر طيب هناك عشرات المنظمات في الشمال السوري محلية ودولية هل يتم التعاون فيما بينكم للوصول إلى صيغة معينة للوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين للمساعدة؟ طبعا لا شك نحن لدينا اتفاق وتعاون مع غالبيت المنظمات العاملين في شمال غرب سوريا هل أنتم غائبون عن مناطق شرق الفرات؟ يعني سأتحدث عن هذا الأمر مع الأسف أننا غائبون يعني أنا أتأسف لأننا غائبون ولكن نحن نعمل حقيقة بالتعاون كامل مع كل المنظمات والمؤسسات العاملة في شمال غرب سوريا على تنسيق عالي لإتمام حقيقة المهام بأقصى سرعة وبكفاءة عالية كان في المخيمات أو كان في أماكن أخرى وكان هناك مشاركة واسعة وغرفة عمليات مركزية لإدارة مثلا ملف الكوفيد 19 الكورونا في شمال غرب سوريا كان بالتعاون مع مدريات الصحة والمنظمات الطبية كان هناك تعاون يعني مثال للتعاون الناجح وتم إطلاق سابقا عدة حملات منظمية مع عدة منظمات للاستجابة للنازحين ولأهلنا المهجرين عندما أتوا من الغوضة الشرقية ومن غيرها من حمص وغيرها بالنسبة لما أولف شرق الفرات يعني نحن مع الأسف إلى الآن لسنا موجودين ولكن الدفاع المدني السوري يعني هو أعلن قبل سنتين بأنه مستعد للعمل في تلك المناطق عندما تتوفر الظروف المناسبة اليوم لا أستطيع أن أتكلم عن الأسباب ولكن أقول بأنه الظروف الآن ليست مناسبة أو لم يكن هناك الوضع لم يصبح جاهز للوصول هل سمت عرقيل يمكن أن تحدثنا عنها يعني تعيق الوصول إلى مناطق شرق الفرات يعني حقيقة أعتقد أنه الدوافع يعني هي عرقيل سياسية أكثر من أنها هي عرقيل إنسانية نحن عندما أبدينا جاهزيتنا لإطفاء الحراق قبل سنتين التي حدثت في الأراضي الزراعية في الرقة ودير الزور وعدد مناطق أخرى يعني نحن أعلننا بأننا مستعدون وفعلا نحن كنا مستعدون ولكن كان الرد من طرف الإدارة الزاتية فأنهم غير محتاجين للمساعدة ولكن حقيقة هذا لا يعكس الواقع على الأرض يعني الواقع على الأرض المنطقة تحتاج إلى فرق لماذا؟ لأن هناك موسم حصات قادم الآن وسيكون هناك حرائق ولن تكون الاستجابة بمستوى المطلوب أضف إلى ذلك حالات الغرق الكثيفة التي تحدث أنتم لديكم فريق إنقاذ مائي في مناطق شرق الفرات في الفرات والبحيرات المتوفرة نحن لدينا فرق للإنقاذ المائي هي تقوم بنوبات في فصل الصيف على البحيرات والأنهر المتوفرة الآن في شمال غرب سوريا يعني السنة الماضية كان لدينا إنقاذ عدد كبير من الأشخاص يعني أكثر من خمسين شخص تم إنقاذهم من الغرق بفرق الغرق ولكن كان أيضا فقدنا أشخاص لم نستطيع اللاحق بهم لأن فترة الإنقاذ المائي هي فترة قصيرة جدا يعني لا تجاوز دقيقتين يجب أن يتم إنقاذها إلا فقد سيفقد حياته هنا فرق الغرق ستبحث عنه لتخرجه جسة هامدة طيب سيد رائد الكثيرين يتحدثون أو الكثيرون يتحدث عن دعم الدفاع المدني من أين يتلقى الدعم ثم تحادث موت جيمس وهو المسؤول عن أو يعني مؤسس ميدي ريسكيو التي تدعم الدفاع المدني لا أريد أن أتحدث عن القضية بحساسيتها ولكن أود أن أتحدث عن هذه التحديات التي تواجه الدفاع المدني كيف يتابع عمله بعدها وكيف يستمر حقيقة يعني موت جيمس كان مؤلم لنا جميعا يعني جيمس وميدي ريسكيو وهي كانت أحد المؤسسات الرئيسية الداعمة للدفاع المدني السوري ولا شك أنه فترة موت جيمس كان هناك يعقد الموقع مع ميدي ريسكيو كان يستمر إلى شهر آزار إلى نهاية آزار فنحن فقدنا فجأة تمويل لعدد أشهر وهذا بين ليلة وضحاها ولكن يعني دعني أقول سقة أهلنا في سوريا أولا وجهود المتطوعين الاستثنائي التي يبزلوها في سوريا أكثبتنا السقة سقة المجتمع الدولي استطعنا من خلال المانحين الدوليين من خلال اجتماعات مكوكية ونقاشات مكوكية كان نعمل على عدة جبهات دعني أقول كنا نعمل على اجتماعات مكوكية مع المسؤولين أيضا أنا كنت في جولي شملت أوروبا وأمريكا استطعنا استعادة الدعم بوقت قصير والحقيقة يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي من مولة فترة الانقطاع واستطعنا متابعة أعمال الدفاع المدني في سوريا ما سر هذا التعلق الدولي والمحلي بالدفاع المدني الدفاع المدني طبعا يقوم بمهام بخدمات أساسية وهذا ربما ما يجعل أهميته كبيرة لكن ما الذي يميزكم أنتم نجحتم محليا ودوليا والآخرون فشلوا يعني لا نستطيع أن نقول الآخرون فشلوا يعني كل النجح في مجاله ولكن الدفاع المدني فعليا هو يعني حالة مميزة في السورة السورية هو ليس يعني شيء نمطي الناس تعودت عليه ما قدمه الدفاع المدني في سبع سنوات ماضي هو كان حجم أعمال كبير جدا يعني أنا في الأرقام حقيقة لا نستطيع أن أتذكر عدد الأرقام ولكن دعني أقول لك بأننا استطعنا أنقاذ أكثر من 123 ألف إنسان في السبع سنوات الماضي ولكن كان هذا له ثمن الدفاع المدني قدم 299 شهيد في السبع سنوات وأعتقد لا يوجد هناك مؤسسة إنسانية في العالم قدمت هذا العدد من الشهداء في هذا الوقت الدفاع المدني استطاع أن يحصل على سقة المجتمع المحلي والحاضن الشعبي واستطاع أن يحصل على سقة المجتمع الدولي لماذا؟ أولا بأن الدفاع المدني لا يعمل في مناطق غير مقبول فيها والدفاع المدني يعمل بأبناء المجتمع يعني نحن لا نأتي بأحد مثلا من منطقة نأخذه إلى منطقة أخرى ليعمل لا نحن نعتمد على أبناء المجتمع دونس يصدف عمد النكس 60% دائما يجب أن يكون مبناء المجتمع و40% يمكن أن يكون مجتمعات أخرى لسهولة الوصول لسهولة التواصل لسهولة التفاعل استطعنا كسب ثقة المجتمع الدولي من خلال الكلام الحقيقة من خلال الحقيقة فقط نحن من سبع سنوات إلى الآن نتكلم الحقيقة وما يحدث في سوريا وقدمنا أدل وأثباتات عن الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا وهذا أعطى ثقة للمجتمع الدولي في الدفاع المدني ما هو دور المرأة في الدفاع المدني؟ ولديكم مراكز نسائية طبعا الدفاع المدني منذ انطلاقته يوجد فيه المرأة موجودة في الدفاع المدني ولكن نستطيع أن نقول أن دورها تتطور مع الوقت الآن لدينا 33 مركز نسائي يقدمون خدمات الطب الطوارئ أو الإسعافات الأولية للنساء والأطفال في كل مناطق شمال غرب سوريا وعدد المستفيدين شهريا يتجاوز خمسة آلاف تقريبا هي لها دور في كل مراحل أعمل الدفاع المدني من التطوع إلى مجلس إدارة الدفاع المدني ولهم موجود وحضور حتى لديهم كوتا خاصة في الهيئة العامة التي تنتخب الإدارة في كل سنتين للدفاع المدني يعني أود منك رسالة خاصة تود أن تقولها على تلفزيون سوريا لا أدري إن كان لديك شيء ما تود الحديث عنه أو ربما توجيه رسالة معينة للمجتمع الدولي وأيضا إلى المجتمع المحلي حقيقة يعني لا أستطيع أن أقول أن لدي رسالة خاصة ولكن يعني أستطيع أن أقول أن الدفاع المدني يعني رسالتي إلى أهلي في سوريا أولا أن الدفاع المدني هم أبناءكم وهم لن يتخلوا عنكم وهم سيبقون بجانبكم وسيبقون يضحون بأرواحهم من أجلكم ولن يتاوانوا لحظة واحدة عن خدمتكم في كل مجالات التي نستطيع العمل بها لن أقول في كل مجال الحياة هذا أمر صعب جدا ولكن في كل المجالات التي نستطيع العمل بها ونحن نحضر فعليا ليكون الدفاع المدني هو مؤسسي رائدة على مستوى سوريا وعلى مستوى العالم ونعمل على أن يكون بهذا الشكل رسالتي إلى المجتمع الدولي عشر سنوات من غياب الحقيقة من غياب العدالي من غياب الإنصاف للشعب السوري ما قام به الشعب السوري أو ما ضح به الشعب السوري بعشر سنوات يستحق العدالي ويستحق أن يقف السياسيين لمرة واحدة ويفكروا بضمير حتى يعطوا هذا الشعب حقه ويدعم حراكه السلمي الذي بدأ منذ 2011 والذي كان نديجته إلى الآن أكثر من 500 ألف شهيد لذلك ولحنا لذلك كدفاع مدني حقيقة مهما قدمنا إلى أهلنا في سوريا نبقى مقصرين ودعني أقول كلمة أخيرة يعني آسف على التعبير ولكن مجرد الطين على قدم طفل هو أكثر ما يقدمه الدفاع المدني صبر هذا الطفل فيلم هذا المخيم هو أكثر ما يقدمه الدفاع المدني ولكن نحن نقوم بواجبنا ونتمنى أهلنا أن يكونوا فعليا أن يتقبلوا من هذا العمل وأنا أعلم أن أهلنا في سوريا سابقا مقفوا إلى جانبنا كثيرا ولذلك نحن سنبقى دائما إلى جانبهم ولن نتخلى عنهم إن شاء الله رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا الشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة